بعض الناس إذا سهى ونسى في الصلاة السرية أن يأقرأ الفاتحة وهو مع الإمام يقوم بعد السلام ويأتي بركعة فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كان يرى على مذهب من يرون قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم عمله هذا صحيح باعتبار ما يرى هو أما إذا كان أنه يمشي على قول الجمهور فالمأموم ليس عليه قراءة الفاتحة تكفي قراءة الإمام نعم وحتى اللي قالوا أنه تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام ما قالوا أنه ركن يقولون واجب واجب على المأموم وليست ركنا في هذه الحالة نعم